موسيقى موسيقى من مبادر من وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بالشركة العامة لمنظومات قامت بتقديم عرض لغرض تنفيذ وتنصيب وتشغيل محطة كهرباء حديثة وبدعم مباشر من معالي وزير الصناعة والمعادن المحترم ووكيل وزير الصناعة لشؤون الشركات وقدمت عرض متكامل لغرض تنصيب وتنفيذ هذه المحطة وتم توقيع العقيد في 31-12-2008 وتمت المباشرة في 12-5-2009 وتم خلاله تهيئة الموقع السكني والورش الخاصة لاغراض الأعمال وتزامن العمل بشكل مع تنفيذ الأعمال المدنية والعمل يتضمن أعمال كهراء وميكانيتي الأعمال السيطرة والكهرباء والإلكترونيات ومد القابلوات قامت بها الشركة العامة لمنظومات أما جانب الميكانيتي فقد أنيطت بشركة شقيقية الشركة تصميم وإنشاء الصناعي والعمل متقدم لكن هناك معوقع حقيقة هذا هو تحدي بالنسبة لشركاتنا لأنه لأول مرة تقوم بتنفيذ هكذا أعمال كبيرة على مستوى محطات كهرباء يعني رغم إحنا كوادنا ساهمت في أعمار محطات كهرباء لكن تنفيذ محطة بهذا الشكل المتكامل يعني تعتبر تجربة أولى بالنسبة لنا وهذا لا يعني أنه نعلم مساهمين في أعمال والإشراف على محطات كهرباء كثيرة منها محطة كهرباء سامرة الدورة المسيب يعني كوادرنا تساهم في تقديم القدوس محطة القدوس التاجي الأعمال المتقدمة واجهتنا بعض الحقيقة ولازال تواجهنا معوقات كثيرة منها عدم إنجاز الأعمال المدنية في توقيات المعينة مما زحف أعمال تنفيذ إنه كذلك عدم توفر البرامجيات كانت مفروض يعني يفترض أن تكون موجودة من البداية لغرض إدخالها والتقليص الفترة الزمنية لأننا لحد الآن نحن لا نتوفر البرامجيات ثلاثة عدم تعاون الشركة المجهزة في تقديم المشهورة وفي تقديم المخططات النهائية إنه لأنه هناك حقيقة مشكلة بين الشركة الوصلة لأن هذه المعدات حقيقة جهزت من خلال مذكرة تفاهى عن طريق شركة الكهرباء السورية ولا زال هناك مشكلة مالية معلقة من الشركة السورية ووزارة الكهرباء ووزارة الكهرباء لا تبدأ بمبادرة حقيقة لتدليل هذه الصعوبات ونأمل بالفترة القصيرة القادمة أن تدلل كافة هذه الصعوبات ونبدأ بعملنا وإن شاء الله تنفذ الخمسة الأولى المنتهى بها الأعمال المدينية خلال شهرين أو ثلاثة حقيقة كتنفيذ العام للمنظومات التنصيب كافة المنظومات الآن نحن نبدأ بحدود 80% بالنسبة لأعمال الكهرباء نبدأ من 80% للخمسة الأولى والأعمال الميكانيكية متقدمة جدا حقيقة الآن باشر خبراتي تجميع المحركات الأعمال حقيقة مبدعة تمت في هذا المشروع منها رفع المحركات خمس محركات إلى علوة خمس أمتار وحقيقة زينة كل محرك تتجاوز 170 طن مع رؤوس التوليد مت قابلوات بعشرات الكيلومترات في موناطق صعبة وضيقة وبتنفيذ مباشر من قبل كوادر الشركة العامة للمنظومات تنصيب المحطات الولوج في محاولة وضع هذه البرامجات من قبل فريق خاص احنا انشاءناه في شركة العامة المنظومات لغرض امكانية وضع هذه البرامجيات وان شاء الله لكن هذا العمل ليس بسهل ويحتاج إلى وقت طويل اذا تمت تمت تسيط المشاكل المعلقة مع الشركة المجهزة احنا حقيقة رح تقدم العمل تقدم كبير واحنا اليوم الاول حقيقة رح يباشروا الكبراء بتجميع المحركات واعتقد هذه فرصة مناسبة للمهندسين والفنيين العراقيين اللي يبدعوا بها ويقدموا ويكتسبوا خبرة خبرة مضافة في هذا العمل الجديد وحقيقة نشكر معالي وزير الصناعة ومعالي وزير الكهرباء لجهودهم في دعم وتنفيذ هذا وزير المبدعdf شهر العراق ظير المناسب على تنفيذ ح Wisconsin الأعمال المكانيكية لزارة رئيسية اللي هي الأنابيب ومنظومات المساعدة ورفع ونصب المحركات والتجميع والتشغيل تم تنفيذ معظم الفعاليات الخاصة بالمحركات الخمسة الأولى والآن نحن نقيد مراحل التجميع بعد جلب خبراء متخصصين في هذا المجال من خارج العراق أما بالنسبة للأعمال اللي قمنا بها تم تنفيذ بحدود 10 إلى 12 كيلومتر طول أنابيب مختلفة القياسات تم نصب الوحدات المساعدة اللي تشمل على كل وحدة من وحدات المحركات حدود 20 وحدة مساعدة تم نقل ونصب المحركات اللي شعة 200 يمطن باستخدام لودر متخصص وبطريقة متخصصة وهي اسلوب الرفع باستخدام المكابس الهيدروليكية والأخشاب تم رفع المحرك من المستوى صفر إلى المستوى خمسة زائد سبن ميتر وتم سحبها بحدود 30 متر من جهة من جهة يسرى وتم سحب محركات اثنين من الجهة اليمنى وتم استخدام منظومات هذه المتخصصة تم تنفيذها داخل قطر أما بخصوص التجميع فإن شاء الله بالأيام القادمة القريبة سيقوم فريق العمل بالتجميع المحرك الأول ونتأمل أنه قبل 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 خمسة ستة منتأمل أنه نقوم بإنجاز أول أول محرك أحد المشاريع المهمة بيزارة الكهرباء مشروع توليد كهرباء بطاقة 230 ميجاوار يحتوي على عشر وحدات توليدية تعمل بالوقود الثقيل المشروع بدأ عمل على استراج معداته منذ عام 2001 اكتملت المعدات في عام 2005 ولسبب الوضع الأمني والوضع المنطقة لم يباشر بالعمل على تنفيذ أو على نصب المعدات وتشغيل المحطة الشركة المجهزة للمعدات من الصعب عليها في ذلك الوقت استخدام كوادرها وحبراتها لتنفيذ المشروع فتركة العمل وزارة الصناعة بمبادرة من عدها في عام 2008 نهاية 2008 بداية 2009 أرضت على وزارة الكهرباء أن تقوم الشركات الهندسية والكواد الهندسية لوزارة الصناعة بتنفيذ أعمال هذا المشروع وفعلا تم توقيع العقد وتمت المباشرة بأعمال التنفيذ منذ منتصف 2009 والآن المشروع تقريبا 40 إلى 45% منه منجز بطاقات وطنية خالصة وأيضا ما تزال هناك محاولات مع الشركة المجهزة من استخدام بعض الخبرات الإشرافية وإن شاء الله أن تحققت أو ما تحققت هذا المشروع يكتمل قبل نهاية هذا العام ويصبح جاهز لإنتاج الطاقة الكهربائية طاقة هذه المشروع 200 ثم وتقليل ساعات القطاع على المواطن في أشهر الصيف التوادر الهندسية التي تعمل في هذا المشروع هي من الشركة العامة للمنظومات وهي المقاولة الرئيسية لتنفيذ العمل والشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي مقاول ثانوي لتنفيذ الأعمال المكانيكية والأعمال المدنية ترجمة نانسي قنقر